اهلا بحضراتكم من جديد قدينا شايفين في ظل ضغط المباريات البطولات متداخلة بتقف شوية من الدوري تكمل في افريقيا فيدخل عليك تتقاطع مع كاس مصر عشان الاهلي يلعب ان شاء الله يوم الاربع مع فريق النصر في كاس مصر بواليا بيشارك في التدريبات الجماعية ونصر ماهر بيتعافى من نازلة برد لكن خدوا بالك الفترة الجاية هتلاقي الاصابات ولغزها وسببها عشان ما حدش لا يقول لك الجهاز الطبي ولا الجهاز الفني ولا الجهاز الاداري ولا ما عرفش ايه هذا جدول غير ادمي غير ادمي بجد لو عرض على اي نظام كورة في العالم مش ممكن فيه مدرب هيتحمل الكلام ده باشمونز انت متخيل انه الاهلي حيلعب اتناشر مباراة في تلاتة واربعين يوم يعني بالضبط كل تلاتة ايام وكم ساعة مباراة على بشكل مضغوط لمدة تلاتة واربعين يوم في اليوم التالت اه مش تلاتة ايام يعني في اليوم التالت على طول اه الاهلي حيلعب يوم اربعتاشر ابريل مع النصر في الكاسر يوم تمنتاشر مع الزمالك في الدوري يوم واحد وعشرين ابريل مع سموح يوم اربعة وعشرين ابريل مع انبي يعني واحد وعشرين واربعة وعشرين اربعة وعشرين سبعة وعشرين مع المصري سبعة وعشرين يبقى تلاتين مع الجونة تلاتة مايو مع المحلة ستة مايو مع الاتحاد عشر مايو مع الزمالك تاني خمستاشر مايو دور التمانية الافريقي واحد وعشرين مايو دور العودة في افريقيا سبعة وعشرين مايو الاهل ونقضة مركان في الصبر الافريقي متخيلين التلاتة واربعين يوم فيهم كاس مصر ودوري ودوري ابطال افريقيا والصبر الافريقي اربع بطولات بصها سيد زبراهيم دي بتجاوب على سؤال محاير الناس كلها. او سؤالين. ثبات المستوى. التزبزب. الفاردي والجماعي طبعا. ما هو الفاردي لما يتزبزب الا داء الجماعي. طبعا. تزبزب المستوى. مش على نفس الوطيرة. اه وكسرت الاصابات. تاني. انا قلتها قبل كده. ما نجو سيه. لما كنا بنلعب. في كاس العالم للاندية وجينا سنتين وارا بعد وروحنا وما فيش. قال له. قال كده. في لجنة الكرة توقعوا اصابات كثيرة لموسم القادم. ما فيش لعيف في العالم ما ياخدش راحة. والراحة استاذ ابراهيم مش راحة جسدية وبس. هو انت ليه في الراحة بتقول للعيب راحة سلبية مالكش دعب كرة القدم. عوب. اصطاد. العب فولي على البحر. اعمل اوعى. تلعب كرة قدم. ما تبصش عليها. لان لازم. اه 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 تغسل. التحديات اللي جواك في كرة القدم. وتطلع من المناخ ده وتبتدي تشحن بطرياتك. ويبقى عندك نهم وجوع تاني لكرة القدم. اه. فتقدر تؤدي. لكن ورا بعد وانا لسه كنت بقول لك من بعد ما رجعنا بكاس العالم الاندية. انا خايف من الفطرة اللي جاية. مش هلاقي فيها المستوى اللي احنا عايزينه. لأ. اللعيبة مش انا بتالي مش بتفك شوناتها. اللعيبة مجهزة الشنطة على طول. سواء رايح معسكر او سواء مسافرة برا مصر. او راجعة من سفرية. او راجعة من بطولة. وكله مطالب انه تحدي. اداء. نتيجة. ظروف مضغوطة. اه توطر. طب اقول لك حاجة. ما تسأل حد وسألنا. الدكتور فروع عبدالوهاد. وقال لك ده خطر جدا. انت عارف. الاي الاصارة. بتيجي من. تضفق الادرينالين في الدم. هرمون الادرينالين. فيعمل لك هزي هزا التوطأ اللي بيعتبره. ان ده بيسبب متعة كرة القدم انك تعيش حالة الصراع والتواطن. ما هو انت لو كمان. العايش بايد الرينالين. ها. على طول مرتفع. لازم حيبقى فيه حالة صحية مش كويسة. لازم عضلتك حتبقى عرضة للاصابة. السبب علمي. اه ما عندكش وقت للتعافي. بتضطر ساعات اللعبة ترجع بحمسها الشخصي. وآآ يعني عشب انك انت ممكن يكون الموضوع هذا. وخصوصها الاصابات العضلية. يمكن اصابات العضم بتبقى آآ محددة قوي. لكن الاصابات العضلية دايما خادعة. آآ استاذ ابراهيم. الجدول ده. هيؤدي لمزيد من الاصابات. ولولا ان عندك ناشئين كويسين. ولولا ان عندك قائمة قوية وبدلاء متكافئين. في تكافؤ. انت في مركز زي ناحية الشمال بيغيب الاساس والبديل والبديل. والبديل. ماشى. اه. وعندك ماشى. ودنيا ماشى. الحمد لله. مش ماشى بنفس الزهر. لكن ماشى. اه. ماشى انك انت احسن الموجود. ماشى ان انت اقوى هجوم محليا وافريقيا. ماشى انت اقوى محليا. آآ ودوليا. او اقليميا. انا بقول الكلام ده عشان سيب النقد بقى القاسي. مش منك جمهور الاهل. مش مستحملة. لان ده كمان بيزود التوتر. وبيزود الهموم. وبيقدي الى نوع من البلدة. لان هي كده كده مش نافع. مهما عملنا مفيش فايدة. فتجد بعد شوية الانسان يجي له احباط. مش عايزون احنا نكون احد اسباب هذا الاحباط.